بالله الرحمن الرحيم سلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله بهذا الفيديو راح نشرح موضوع واحد من مواضيع مادة الكرامر للمرحلة الثانية طبعا هو موضوع ما بيهوا يشرح او بيهوا يتفاصيل وحتى استخدامات تكون قليلة بالكرامر طيب يعني يعني هو تصغير الاسما او الاشكال المصغرة للاسما طيب هذا الموضوع يعني شنو يعني احنا نستخدم الصغر المصغرة للاسما يعني نصغر الاسم من اللفظ يعني عندنا او اضافات راح نضيفها للكلمة حتى نصغرها زين ليش نصغرها نصغرها لعدة اسباب او السببين انه نشيء مثل ما هو ذاكر هنا بالكتاب او للتحبيب ان يكون لفظ محبب اوكي فاحنا نصغر الاسما حتى نشير انه هذا الشيء صغير من حيث الحجم او الشكل وكذلك انه للتحبيب او عدم اهمية هذا الشيء يعني هنا من نصغر شيء هو دليل على عدم اهميته او للتحبيب او يعني مثل ما ذكرت هذه الاسباب بالنسبة للشسمة للتصغير طيب عندي هذه الاضافات طبعا هاي الاضافات حفظ ماك وقاعدة تضبطن اوكي ذا نست اضافات هو راح نستخدمهم بالتصغير اوكي هاي المجموعة الاولى اه مثل كلمة انتي اوكي سويتي ولي شوف حتى باللفظ راح يكون كلفظ محبب وكتصغير اوكي وهذا السافكس الثاني يعني هاي السافكس راح نستخدمها بالتصغير اه نشوف هذي السافكس وياها الكلمات اللي نضيف لها يعني ذا الكلمات لازم حفظ وعند الكن والاي كي اي ان وعند اللينك والاي تي والليت يعني مثل عندي بوك اوكي هنا صار بوك لايت يعني كتاب صار صغرنا صار بوك لايت كتيب اوكي يعني شيء اصغر من الكتاب اوكي يعني صغرنا حتى يعني لعدم اهميته او للتحبيب هنا يا مثلا للاشارة انه هذا الشيء اصغر من الكتاب طيب اه هنا يا مثل ما ذكرت يعني هو ما بيش صرعه هو يشرح اه مثل عندي هاي شوف كلمات تصغير مثل جوني جاني جاكي مايكي اوكي هنا انه هذني مثلا اندورمت للتحبيب كذلك عندي ذن البيردي سويدي مامي كلها هاي اسماء تصغير طيب عنده هذا التمرين اللي عليا مثل ما ذكرت اسماء التصغير هذا التمرين مهم جدا واكثر الاسئلة تجي من عنده فانت تحفظ الاسماء الموجودة هذه الاسماء الرئيسية وطريقة تصغيرها طريقة تصغيرها على اساس السافكس ذن الستة اللي هنا يعني انت شوف ياه الكلمات التاخذ مثلا هذه الاضافة للتصغير ياه الكلمات التاخذ هذه الاضافة للتصغير وهوك الـ E-T-E-T-E أوكي فاذن لازم حفظ طيب اقول هنا ملاحظة مهمة بالنهاية أن يعني هذن الإضافات للسافيكس اللي راح نضيفها للكلمعلم والتصغير عدهن هومفونس يعني عدهن نفس اللفظ عدهن بعض الإضافات اللي إلها نفس اللفظ أوكي وهذا راح يكون كمصدر قلق أو إرباك للطلاب فإذن لازم يعني تأخذهن بنظر الاعتبار وعندنا مثلا ال-Y هناك أوكي يعني هناك كلاود أوكي غائم طفناها صارت كلاودي هذا اللي هناك من قلنا كلاودي هاي مو تصغير لا هاي سوينا صفة صحيح وهذه E مثل هناك مثل عندنا أنتي أنتي هناك اسم تصغير بس هناك كلاودي لا أوده يذكر لك أنه هذه الإضافة حولنا بها اسم إلى صفة أوكي فأنت لازم تكون يعني منتبه لهذه إن شاء الله الإضافة الأخرى اللي هي الإي إحنا عدنا كذلك بالسافكس اللي ذكرناها نضيف الأسماء أكل إي إضافة حتى نحولها هنا يلا أوكي هنا مثل smart smarty أوكي تافي هنا يلا هاي الإضافة نستخدمها مو للتصغير الشيء آخر عندنا l-e-t-t هاي الإضافة نستخدمها هناك للتصغير بس هاي ما استخدمناها هناك للتصغير مثلا عندنا هذه l-link همين واحدة من الإضافات نستخدمها للتصغير بس هناك ما استخدمناها للتصغير فأنت لازم تكون مثل weak link أوك weak هي أصل الكلمة ضعيف صارت weak link اسم صارت يعني أوكي يعني ضعيف جسديا أو earth link earth link أوكي فلازم تكون معي على هذه الإضافات طريقة استخدامها طبعا قلناك كلمات حفظ يعني ما بها أي مجال وتعرفون يعني الشسمة أنه هذا التمرين حل في نهاية الكتاب هذا بكل ما يخص وكل يعني هو طريق العفو هذا الموضوع ما بيتفاصيله هواية ومحدود وحتى استخدام محدود باللغة اللي هو تصغير لأسماء ان شاء الله هذا الشرح فيكم